انا نينو دي كناتي لو اول مرة شوفوني ما تنسوش تشاركو في القناة وتفعيل الكرة ده يسألكو كل جديد من فيديوهاتي كنار تاعتنا منوعة مشاملة حاجة بس دي شاملة كل حاجة واي حاجة النهاردة عملالكم روفيو حلوة اوي هيعجبكو عنب كريم ماربلين ماربلين ده اللي علاج حبوب الشباب ينفع للبنات وينفع للشباب مفيش اي مشكلة ينفع لده وينفع لده وفي نفس الوقت كمان ينفع كمؤشر وتمنوا على قد اليد هو تمنوا 11 جنيه في الصيدلية انا جايبان من الجلدية عشان مكذبش عليكم وقلوكم ان انا شريعة لا انا جايبان من الجلدية روحت كشفت في الجلدية كنت عايزة حاجة للحبوب وهي الدكتورة هي اللي كتبته لي وقالتلي ان هو راحلو جدا وطبعا لما سألت الناس كتير الناس كتير شكرت فيه برضو دخلت على اليوتيوب وعملت سرشا عنه عادت ادور في الروفيوهات وعرفت برضو قبل ما استخدمه كل حاجة بس لما جيت استخدمه الدكتورة كتبتلي على طريقة الاستخدام اللي انا لاحزت ان الناس كتير اوه على اليوتيوب منزلين طريقة الاستخدام يا اما غلط يا اما ناس هي بتهاجم اللي هو الماربلين ده وبتقول ان هو مش حلو وهي استخدمته غلط هي الفكرة في ماربلين ده طريقة استخدامه اول حاجة لازم تعرفيها عنه ده شكل العلبة بتاعته وهو بيجي كده قنبوبة بالشكل ده كده حجمه 적لثين كويس يقولي معايا فترة كويسة شكله من جهوه كده شكله من جهوه كده لونه ابيض كده من جوه ينكيم جيكيمجمة بمشكله طبعا أقرجه بي جنب عينك او تحتيي علي عينك او تحت عينكه غلق جدا واللي يقولك ان هو لازالة الهالات وان هو بيفتح ده كلام مش صح شنبقى صدق معك ده كلام مش صح ان هو اصل لو جاء عند العين لو دخل في عينك عينك هتحرقك وهتلتهب فلازم تقومي تغسليه على طول ماينفعش خلص طريقة استخدامه ازاي انا دول بقية عندي حب شباب وعايزة استخدمه هاستخدمه ازاي بيروح على المنطقة المصابة المنطقة المصابة اللي هي مثلا طالع فيها الحبية بياخد حاجة بسيطة جدا لمحة منه وابدأ ان انا ادهم بيها الحبية بس سيبه قد ايه على البشرة بتاعتي ربع ساعة بس الاسبوع الاولاني ربع ساعة بس وبالليل يا بنات وفي الضلمة لانه بيتفاعل مع النور وعشان كده البشرة بيحصل لها تهيج وبتحمر والجلد بيحمر لما بتحطيه في النور وبتزوديه تسيبيه فترة طويلة لانه هو اصلا البشرة بتمتصه بسرعة فبالتالي ان انت لو حطتيه في النور اللي هيتفاعل مع البشرة فهيعمل تهيج للبشرة واحتكاك وهتحمر البشرة فلازم تستخدميه بالليل قبل النوم حاجة بسيطة ربع ساعة بس وياريت يعني يبقى في الضلمة مش في الاضاءة بتقومي تخسلي وشك ما تناميش بيه قوة تنامي بيه اكبر غلق انك تنامي بيه عايزة ترتبي وشك بتحطي بنسيول اكتر حاجة تتفاعل مع البشرة الحساسة مع اللي هو ماربلين ويبقى كويس معاه ويعملش تهيج للبشرة اللي هو ايه كريم البنسيول تمام انما لو مش عايزة تحطش مرتب برحتك بس هو بالنسبة للبشرة الحساسة عشان الناس اللي بتقولك بيعمل لي التهابات وبيعمل تهيج فيه بشرة حساسة يعني ما بتستحملش فبالتالي بتبقى عايزة مرتب بعدي بس انا عايزة اقولك ان هو تم بتحطيه الحبوب بيطر الحبوب بيطريها وبيبدأ ان هو يخليها زي اكتنه كده ايه بيبدأ واحدة واحدة يطريها ويبدأ ان هو يزلها ويبدأ ان هو يقشر مكانها وينضف المكان اول اسبوع بتستخدميه ربع ساعة تاني اسبوع بتزوجي نص ساعة لما بتيجي تحطي ما بتحطيش كمية كبيرة بتحطي حاجة بسيطة اللي هو يضبك لمحة كده على المكان المصاب دي طريقة تستخدمه لازالة الحبوب اما كمؤشر فانت ممكن تدهني وشك كله بيه بس مش كمية برضو كبيرة لا بتحطي حاجة بسيطة جدا برضو كده على الوش وتبدأ ان انت تسيه برضو ربع ساعة الاسبوع الاولاني كله كل يوم بتستخدميه برضو ربع ساعة بعد كده تشتوفي وشك عاجي خالص وتخسيلي وشك وبرضو بالليل وفي الضلمة بلاش تستخدميه مع الاضاءة لانه بيتفاعل بتحصيب في النهار هي دي الطريقة الصحيحة ل todaستخدامه زي ما اتفقنا لو هتستخدمي معه مرتب وبشراتك حسسة قوي 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 ما بتستحملش اي حاجة يبقى اكتر مرتب هيمشي مع البنسيول طب بالنسبة للغسول اي نوع غسول بيمشي مع بشرتك مافيش اي قلق منه اي نوع غسول بيمشي مع بشرتك بشرتك دهنية بتستخدمي الغسول للبشرة الدهنية ما بتستخدميش غسول و بتستخدمي صابونة مفيش مشكلة بستستخدمي سابونت النابولسي حلوة جدا معاه لان هي كمان بتساعد على ازالة الحبوب وفي نفس الوقت برضو هو بيزيل الحبوب وهي بتفتح معاه انه بقال يقولك بستخدمه كتفتيح بستخدمه اللي هو لازالة التجاعد اللي تحت العين بستخدمه انه هو يفتح تحت العين كل ده الكلام فوتش هو وظيفته كلها ازالة الحبوب وان هو يستخدم كمؤشر للبشرة وكمان مؤشر للبشرة دي مش عايز اقولك ان هي برضو مش اللي هي هو هيقشر هيقشر البشرة بس هياخد وقت مش خلال الاسبوع الاولاني هيعمل هياخد وقت وعبالما يقشر الاسبوع الاولاني ممكن ما تلاحزش النتيجة قوي في الاسبوع التاني يبدأ النتيجة بتاعته تظهر انما في ازالة الحبوب بيبدأ يوم مع التاني بتحسي بالفرق وطبعا زي ما اتفقنا ربع ساعة بالليل وتخسيني وشك قوة يتنامي بيه قوة يتنامي بيه اكبر غلط ان انت تنامي بيه واكبر غلط لو حطي شي بالنهار بس كده يا بنات ده كان الروفيو بتاع النهاردة يارب اكن قدرت افتك وياريت ياريت الناس اللي جربته تقول لنا رأيها في الكومنتات وبرضو تعرفنا زي ما انا قلتلكم تجربتي معا انا جربته جا معايا وسألت الناس تانية وجا معايا فيه ناس تانية تقولك لا مجاش معايا فالناس تقول ليه مجاش معايا والناس تقول ليه جا معايا وكلنا نفيد بعض فانا هاستنى رأيكم في الكومنتات وهاستنى الناس اللي حابة تسألني على اي حاجة سبحاني برضو في الكومنتات ولو حابين نعم روفيو عن اي حاجة او فيديو عن اي اكلات وصفات سبولي اللي انتو حابينه في الكومنتيات وان شاء الله اقدر افيدكو واستنوني في فيديو جديد